اهلا بكم سنة تلت عدادي ومعانا النهاردة اول فيديو في منهج الجغرافية الترمي الاول طب هو احنا عندنا كم درس في الجغرافية السنة دي اقولك عندنا ست دروس الست دروس دول مقسمين على وحدتين الوحدة الاولى والوحدة التانية في الوحدة الاولى تلات دروس وفي الوحدة التانية برضو عندي تلات دروس بيتكلموا عن ايه اقولك عندك الوحدة الاولى بتتكلم عن كل حاجة خاصة بقرات العالم فعندنا مثلا الدرس الاول بيتكلم عن قرات العالم من حيث الموقع والمساحة يعني عاوزنا نعرف كل قرة موجودة فين بالزبط ونعرف كمان نرتب القرات من الكبير للصغير اما الدرس التاني فعاوزنا نعرف اسماء الجبال واسماء الهضاب وحاجة اسمها السهول اللي موجودين في كل قرات العالم اهم بقت تلات حاجات دول الجبال والهضاب والسهول بتوع الدراسات بيقولوا عليهم تداريس العالم وتداريس العالم ده عنوان تاني درسة عندنا اما تالت درس فعايزنا نعرف ايه هي الاماكن اللي الجو بيبقى فيها حر والاماكن اللي الجو بيبقى فيها برد والاماكن اللي فيها مطر والاماكن اللي مفهاش مطر ونعرف الغابات والاشجار والنباتات بتطلع فين بالزبط يعني تالت درسة عندنا بيتكلم عن المناخ والنبات الطبيعي في العالم طب الوحدة التانية بتتكلم عن ايه اقولك هنسيب القراط ونتكلم عن السكان فعندنا مثلا الدرس الاول بيتكلم عن السلالات البشرية في العالم سلالات بشرية يعني ايه اقولك يعني كل شوية ناس شبه بعض في الشكل بيبقى لهم اسم فلما يجب لنا صورة اي حد على طول اعرف هو تبع انهي سلالة طبعا الكلام ده اعرفه لما زاكر واعرف اسماء السلالات طيب تاني درس عندنا بيتكلم عن ايه قالك بيتكلم عن توزيع السكان في العالم يعني عايزنا نعرف ايه هي الاماكن اللي فيها سكان كتير و ايه هي الاماكن اللي ما فها السكان خالص اما بقى ثالث واخر درس عندنا في الجغرافيا فبيكلمنا عن خصائص سكان العالم خصائص خصائص يعني ايه يعني هيكلمني عن التعليم والصحة والشغلنات اللي بيشتغلوها سكان العالم طب بس استنى هنا هو انا هعمل ايه في الدروس دي كلها اقولك ان شاء الله احنا مع بعض سطر بسطر لحد ما نخلص المنهج ويلا بينا نشوف اول درس عندنا قرات العالم الموقع والمساحة بيقولك ان القرى الارضية اللينا وانت بنعيش عليها دي لو جينا نقسها ونشوف مساحتها قد ايه هللاقيها 510 مليون كيلو متر مربع طب ال 510 مليون كيلو متر مربع دول عبارة عن ايه قالك عبارة عن حكتين يا ام مية يا ام يابس يابس ايوة يابس يعني ارضنا وانت نقدر نعيش عليها اماكن مفهاش مية يعني طيب يبقى كده القرى الارضية مقسومة لكم حاجة حكتين مية ويابس طب بقى انهي اكبر المية ولا اليابس قالك لا المية لان مساحتها 77 من 10% من مساحة القرى الارضية اما اليابس يا دوب 29 و 3 من 10% طب المية اللي مساحتها 77 من 10% دي موجودة فين قالك موجودة عندك في المحيطات وفي البحار والبحيرات والانهار كل دي اماكن فيها مية طب اليابس عبارة عن ايه قالك عبارة عن حاجة اسمها القارات القارات ايوة بيقولك بقى في المية انا عايزك تكلمني عن المحيطات بس وتعرف ان انت عندك خمس محيطات في العالم وبالنسبة للقارات تعرف ان احنا عندنا سبع قارات وتكلمني عنهم بالتفصيل يبقى احنا كده عرفنا ان القرى الارضية اللي انا وانت بنعيش عليها مساحتها 510 مليون كيلومتر مربعة مأسو منله مية ويابس في المية هتكلم عن خمس محيطات وفي اليابس هتكلم عن سبع قارات ايوة طب ما تقولی الخمس محيطات دول اقولك يلا نجيب خريطة العالم ونشوف الحاجات دي موجودة فين بالزبط ونبدأ اول حاجة بالمحيطات قالك هنا كده محيط اسمه المحيط الهادي المحيط الهادي ايوة وعلى ايدك اليمين هنا المحيط الهادي برضه طب ازاي على ايد اليمين المحيط الهادي اتنين ولا واحد؟ اقول لك واحد واحد ازاي؟ وهو واحد انا Eye. اقول لك انت نسيت ان احنا عايشين على حاج إسمها الكرة الارضية اقول لك ايوه احنا عايش بين واحد القرى الارضية اهو احنا بقا اجبنا الكرة الارضية وقتة طعماها وفردتها قدامك علشان نعرف ندرس اهو الحتة الي عاليمين دي المفروض لازقه في الحتة الي علي الشمال فحنا هنا فردنا القرى الارضية ولكن في الحقيقة الرسمة دي بتبقى عالى شك慢慢 يبقى المحيط الهادي هتلاقيه على ايدك اليمين وعلى ايدك الشمال لاننا عايشين على حاجة اسمها القرى الارضية ماشي انا عرفت ان انا عندي اول محيط اسمه المحيط الهادي عندك تاني محيط اسمه ايه قالك هنا كده محيط اسمه المحيط الاطلنطي المحيط ايه الاطلنطي طيب هنا كده عندك محيط اسمه المحيط الهندي هنا كده عندك محيط اسمه المحيط القطب الجنوبي فوق خالص هنا بقى في الحتة دي كلها المحيط القطب الشمالي لو عدناهم هللاقيهم خمس محيطات طب انا عايز اعرف انهي اكبر وانهي اصغر اقولك المحيط الهادي رقم واحد المحيط الاطلنطي رقم اثنين المحيط الهندي رقم تلاتة المحيط القطب الجنوبي رقم اربعة اما المحيط القطب الشمالي رقم خمسة وده اصغر محيط في العالم يبقى اكبر محيط في العالم المحيط الهادي وأصغر محيط في العالم المحيط القطب الشمالي طيب ده بالنسبة للمحيطات ما تكلمني بقى عن السبع قرات اللي انت قلتلي انهم موجودين أقولك دي تقارة آسيا دي تقارة إفريقيا هنا كده أوروبا دي أمريكا الشمالية ودي أمريكا الجنوبية ودي أستراليا ودي القارة القطبية الجنوبية أنتراكتكا تاني كده آسيا إفريقيا أوروبا أمريكا الشمالية أمريكا الجنوبية أستراليا القارة القطبية الجنوبية أنتراكتكا أقولك أيوة قالك بقى عارف الثلاث قرات اللي جنب بعض اللي هي آسيا وأفريقيا وأوروبا آه الإنسان أول ما عاش على الأرض كان موجود في الثلاث قرات دول فالعلماء قالوا لك على الثلاث قرات دول قرات العالم القديم لأن الإنسان لما عاش على الأرض عاش في الثلاث قرات دول في الأول خالص يبقى قارات العالم القديم آسيا وأفريقيا وأوروبا طيب بعد كده الإنسان بدأ بقى يصنع سفن ويعد المحيطات دي ولأ أن في قرات جديدة لأ قارة أمريكا الشمالية ولأ قارة أمريكا الجنوبية ولأ قارة استراليا وكمان لأ القارة القطبية الجنوبية أنتراكتكا فقال لك على الاربع قرات التانين دول قرات العالم الجديد يبقى انا كده عندي السبع قرات ممكن اقسمهم تلاتة قرات عالم قديم اسيا وافريكيا واوروبا والاربع الباقيين بسميهم قرات العالم الجديد بس قال لك التقسيمة دي مش مهمة بالنسبة لي اوي امال ايه اللي مهم قال لك المهم انك تعرف لي تقسيمة من كبير للصغير يعني تقول لي ترتيب القرات دي من اكبر قره لاصغر قره قال لك لو جينا نشوف اكبر قره هل لقيها قره اسيا رقم اتنين افريقيا رقم تلاتة او عتقول اوروبا امال ايه اقول له امريكا الشمالية رقم تلاتة رقم اربعة امريكا الجنوبية رقم خمسة القره القطبية الجنوبية اللي تحت رقم ستة اوروبا ورقم سبعة استراليا يبقى تاني قرات العالم من الكبير للصغير اقول له اسيا افريقيا الامريكتين امريكا الشمالية وبعدها امريكا الجنوبية بعد كده القارة القطبية الجنوبية إلا قبل الأخيرة أوروبا وآخر حاجة استراليا يبقى أكبر قارات العالم قارة إيه؟ آسيا وأصغر قارات العالم قارة إيه؟ استراليا والترتيب ده أنا عايزك تركز عليه طيب أنا كده عرفت الخمس محيطات وعرفت السبع قارات وعرفت التأسيم من الكبير للصغير مطلوب مني حاجة تاني على الخريطة أقولك آه فاكر لما كان فيه خط في العرض كده بيقوله عليه دائرة الاستواء أيوة ده اسمه دائرة الاستواء وكان فوقه كده مدار السرطان وتحته كده مدار الجدية وفوق هنا الدائرة القطبية الشمالية وتحت هنا الدائرة القطبية الجنوبية الخمس دوائر دول بقول عليهم دوائر العرض الرئيسية هنفضل شغالين بيهم في الترمي الأول في كل درس طيب إحنا كده عرفنا ترتيب القارات والمحيطات من الكبير للصغير فلما نيجي نبص على عنوان الدرس اسمه إيه؟ قرات العالم الموقع والمساحة أهو المساحة؟ إحنا تكلمنا عنها يالله بقى أكلمني عن الموقع الموقع قالك الموقع في الدراسات حكتين موقع اسمه الموقع الجغرافي وموقع اسمه الموقع الفلكي هو إيه الموقع الجغرافي والموقع الفلقي ده أقول لك لو أنا بسألك مثلا عن مطعم معين وإنت بتقول لي قدامه كذا وورا كذا علي منه كذا على شماله كذا يعني من الآخر بتوصف للمكان والحاجات اللي حواليه أهو ده اسمه الموقع الجغرافي موقع المكان بالنسبة للأماكن الأخرى إنت قلتلي الحاجات اللي حواليه ده اسمه الموقع الجغرافي طيب سواء بقى كمبحار محيطات قرات أو دول مجاورة يبقى لما جا أوصف المكان وأقول الحاجات اللي حواليه يبقى أنا كده بقول الموقع الجغرافي طيب هو أنت في الدراسات هتقول قدامه ويمين وشمال ما ينفاعش فلما تلاقيه يقولك الموقع الجغرافي على طول تفتقر الاتجاهات فوق شمال تحت جنوب على إيدك اليمين شرق على إيدك الشمال غرب الأربع اتجاهات دول تبقى حافظهم زي اسمك أفتقرهم إمتى أفتقرهم لما لقي كلمة الموقع الجغرافي يبقى الموقع الجغرافي على طول افتقر الاتجاهات شمال جنوب شرق غرب يبقى الموقع الجغرافي موقع المكان بالنسبة للأماكن الأخرى من بحار ومحيطات وقرات أو دول مجاورة طيب بالنسبة للموقع الفلكي ده إيه قالك ده الموقع اللي موجود على الخريط بس على الخريط أيوة يعني إزاي أقدر أحدد الموقع ده على الخريطة فين بالزبط طب إزاي قالك الخريطة بيبقى عليها خطوط مترقمة اسمها خطوط الطول وعليها دواير مترقمة برضو اسمها دواقر العرض مش أنا وإنت اللي مرقمينها العلماء هم اللي حطين للأرقام دي فلما أجسألك على المطعم هتقوم أيل لي هو موجود بين خط رقم كذا وخط رقم كذا يبقى أنت كده حددتهولي بين خط كذا وخط كذا وتقول للدائرة اللي تحت دي رقمها كام والدائرة اللي فوق دي رقمها كام يبقى أنت كده حطتلي المكان اللي أنا عايز أروحه على الخريطة بين خطين طول ودائرة عرض ده اسمه الموقع الفلكي يبقى الموقع الفلكي موقع المكان بالنسبة لإيه وإيه لخطوط الطول ودوائر العرض يبقى موقع المكان بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض ده اسمه الموقع الفلكي وطبعا خطوط الطول ودوائر العرض ده موجود على الخريط باس مش موجود على الطبيعة يعني وانا وانت ماشين مش هنكعبل مثلا في خط طول أو دائرة عرض لا الكلام ده مش موجود اللي موجود على الطبيعة الموقع الجغرافي لأن موقع المكان بالنسبة للأماكن الأخرى من بحار ومحيطات وقرات ودول مجاورة وأول ما يجيب لأولت لك الموقع الجغرافي أفتقر الاتجاهات على طول لإني هشتغل بيها شمال جنوب شرق غرب أما الموقع الفلكي لا ده شوية أرقام موجودة على الخرايط أشوف المكان ده وحط خط على يمين وخط على شمال وشوف أرقامهم كام وحط دائرة فوق ودائرة تحت وشوف رقامهم كام يعني موقع المكان بالنسبة لخطوط الطول وتوائر العرب قال لك بقى دول أول تعرفين عندنا في المنهج عايزك تحفظهم جدا جدا الموقع الجغرافي والموقع الفلكي طيب قال لك بقى أنا عايزك تقول لي موقع كل قرة من السبع قرات اللي عندك يعني مثلا هنبدأ بقرة آسيا وتقول لي موقعها طبعا انت عارف الموقع يعني حاجتين موقع جغرافي وموقع فلكي أقول لك يلا نجيب خريطة العالم ونقول دي قرة آسيا ونكتب الحاجات اللي حواليها فوق هنا المحيط القطب الشمالي تحت هنا المحيط الهندي على إدك اليمين المحيط الهادي على إدك الشمال أقول له دي قرة أوروبا ودي قرة أفريقيا وده البحر المتوسط وده البحر الأحمر دي كل البيانات اللي موجودة حوالين قرة آسيا طيب علشان أجيب الموقع الجغرافي هتعمل ايه أقول له انت قلتلي موقع جغرافي يبقى افتقر الاتجاهات الأربعة فوق أحط شمال تحت أحط جنوب على إيدي اليمين أحط شرق على إيدي الشمال أحط غرب يلا أقول معايا شمال آسيا ايه أقول له المحيط القطب الشمالي طب جنوبها موجود هنا ايه المحيط الهندي طب في الشرق موجود ايه المحيط الهادي طب في الغرب ايه أقول له تعالى عند أوروبا عند البحر المتوسط عند البحر الأحمر دول الأربع اتجاهات اللي هجيبهم في الموقع الجغرافي طيب ما تقولهم لتاني بس ما تقولهاش على خريطة العالم يعني نمسح لخريطة العالم دي وحط لخريطة آسيا الوحدها وحطي للبيانات تاني أقول لك يلا نمسح خريطة العالم ونجيب خريطة آسيا الوحدها ونحط البيانات الأول فوق هنا قلنا المحيط القطب الشمالي تحت المحيط الهندي على ايد اليمين المحيط الهادي على ايد الشمال اوروبا وعند البحر المتوسط وعند البحر الاحمر وطبعا عند قارة افريقيا طيب لو سألني على الموقع الجغرافي على طول افتقر الاتجاهات وحطها فوق شمال تحت جنوب على ايد اليمين شرق على ايد الشمال الغرب في الشمال قلنا المحيط القطب الشمالي في الجنوب المحيط الهندي في الشرق المحيط الهادي في الغرب عند قارة اوروبا وعند البحر المتوسط وعند البحر الاحمر طيب قارة اسيا دي انت مش ملاحظ ان حواليها المياه من ثلاث جوانب اوه قالك علشان كده بتعتبر شبه جزيرة كبيرة علشان لو جالي سؤال وقال بما تفسر تعتبر قارة اسيا شبه جزيرة كبيرة اقول له لان المياه تحيط بها من ثلاث جهات عندي من فوق المحيط القطب الشمالي وعندي من الجنوب المحيط الهندي وعندي من الشرق المحيط الهادي علشان كده تعتبر قارة اسيا شبه جزيرة كبيرة ده بالنسبة للموقع الجرافي الموقع الفلكي قالك الموقع الفلكي هتحط خط علي من القارة بالزبط وخط على شمال القارة بالزبط وتشوف ده رقمه كام وده رقمه كام قالك الخط اللي على الشمال بتاع قارة اسيا ده رقمه 26 شرقا اما الخط ده هو اللي موجود على يمين قارة اسيا رقمه 170 غربا 170 غربا ايوه دون رقمين خطين الطول اللي انا حطيت واحد فيهم اول القرة وواحد فيهم اخر القرة طيب حطيلي دايرة على اول القرة من فوق وكمان دايرة على اخر القرة من تحت فهلاقي الدايرة اللي فوق رقمها 81 شمالا والدايرة اللي تحت دي رقمها 10 جنوبا ركز كده معايا الارقام دي اعمل فيها ايه اقولك اعمل نفسك مش واخد بالك نعم اعمل نفسي مش واخد بالي ليه اعمل هو جايبها لي ازاي اقولك الارقام ما بيجيش في الامتحان بس انا عايزك تعرف اهم حاجة فاكر دوائر العرض الرئيسية الخمسة اللي قلتلك عليهم اه انا عايزك تعرف لي ايه من الدوائر العرض الرئيسية بيعدوا في قرة اسيا قالك انت عندك دهو دائرة الاستواء والدايرة دي مضار السرطان وهنا كده الدائرة القطبية الشمالية يبقى دوائر العرض الرئيسية اللي بتعد في قرة اسيا كم دائرة من الخمسة تلاتة دائرة الاستواء عندي مضار السرطان عندي الدائرة القطبية الشمالية الدوائر دي بتيجي في الامتحان وبيسأن عليهم اما الارقام بتاعة الموقع الفلكي الخطين والدايرتين ما بيسأنش عليهم نهائيا طيب انت كده كلمتيني عن الموقع الجغرافي والموقع الفلكي بتوع قرة اسيا في حاجة تانية قالك ايوة عندي شوية معلومات حيزك تعرفهم عن قرة اسيا معلومات اه اول معلومة هي قرة اسيا مش تحس اني هي لزقة في قرة اوروبا يعني وانت ماشي تحس ان انت هتعدى على طول تخش قرة اوروبا ايوة هو مفيش حاجة بتفصل بينهم قالك فيه هنا كده جبال اسمها جبال الاورال جبال ايه الاورال ركز في الجبال دي بتيجي في الامتحان يبقى يفصل اسيا عن اوروبا جبال اسمها جبال ايه الاورال طيب انت قلتلي ان دي قارة افريقيا طيب ايه بقى اللي بيفصل اسيا عن افريقيا اقوله تعالى نعد مع بعض دي شبه جزيرة سيناء دي اول حاجة بتفصل بينهم ده البحر الاحمر وده تاني حاجة بيفصل بينهم هنا كده مضيق اسمه مضيق باب المندب حتة ديقة كده بتوصل البحر الاحمر بالمحيط الهندي ده بنقول عليها مضيق طب اسم المضيق ايه مضيق باب المندب يبقى يفصل اسيا عن افريقيا كم حاجة ثلاثة شبه جزيرة سيناء البحر الاحمر مضيق باب المندب طيب انت كده قلتلي معلومتين عن قرية اسيا فيه معلومات تاني اقولك ايوة في قرية اسيا هنا كده ده بحر اسمه بحر قزوين وده اكبر بحر مغلق في العالم كله يبقى يوجد في قرية اسيا اكبر بحر ايه مغلق ايه هو اكبر بحر مغلق اللي موجود في اسيا اقوله بحر قزوين طيب فيه معلومات تانية عن قرية اسيا عايز تقولها لي اقولك ايوة قرة اسيا دي فيها جزر كتير وكمان فيها شبه جزر كتير يعني اشبه جزر طيب ايه الجزر الكتير قالك دي اسمها جزر اليابان ودي اسمها جزر الفلبين وكمان اللي عندها دائرة الاستواء بتعدي دي اسمها جزر اندونيسيا يبقى تاني انا عندي قرة اسيا فيها جزر كتير ايه هما الجزر الكتير اقوله عندي جزر اليابان وجزر الفلبين وجزر اندونيسيا طيب انت بتقولي فيها اشباه جزر كلمة اشباه جزر يعني جمع شبه جزيرة ايه هم الاشباه الجزر اللي عندك اقولك عندك شبه الجزيرة العربية هنا وعندك دي اسمها شبه جزيرة الملايو شبه جزيرة ايه الملايو طيب انت كده خلصت المعلومات اللي مطلوبة مني عن قرية اسيا قالك فاضل حاجة واحدة بس تعرف المضايق المهمة اللي موجودة عند قرية اسيا ايه هي المضايق دي اقولك عندنا مضيق باب المندب لسه ايلين على الوقتي عندنا هنا كده مضيق هارمز مضيق اسمه ايه هارمز عندنا في الحتة دي كده مضيق مضيق ليه هي الحتة دي كرت ايه قالك دي كرت امريكا الشمالية طب هو ايه اللي جاب امريكا الشمالية هنا اقولك مش انا لسه ايللك ان احنا عايشين على حاجة اسمها القرى الارضية والحتة اللي في اليمين تعتبر لازقة في الحتة اللي على الشمال اه طب ايه بقى الماضيك اللي بين اسيا وبين امريكا الشمالية قال لك ماضيك اسمه ماضيك بيرينج يبقى تاني احنا مطلوب مننا نعرف الموقع الجغرافي والموقع الفلكي والموقع الجغرافي بنحط الاتجاهات الاصلية شمال جنوب شرق غرب اما الموقع الفلكي فبنركز على دوائر العرض الرئيسية اللي بتعدي فين اللي بتعدي في القارة بتاعتنا طيب انا عايزك بقى تقول لي المعلومات اللي موجودة عن قارة اسيا قال لك عندك خمس معلومات اول معلومة تقولها لي يفصل اسيا عن اوروبا اقول له جبال الاورال يفصل اسيا عن افريقيا تلات حاجات شبه جزيرة سيناء البحر الاحمر مضيق باب المندب تلات حاجة يوجد في اسيا اكبر بحر مغلق في العالم اللي هو بحر قزوين رابع حاجة يقصر بها حاجتين الجزر واشباه الجزر طب ما تقول لي الجزر اقول له عندي جزر اليابان جزر الفلبين جزر اندونيسيا طب ما تقول لي اشباه الجزر اقول له عندي اتنين شبه الجزيرة العربية وشبه جزيرة الملايو طيب بالنسبة الاهم المضايق اللي عندك اقول له عندي مضيق باب المندب وده بين اسيا وافريقيا وعندي مضيق هورمز وده في اسيا بس الوحدها وعندي مضيق بيرينج وده بين اسيا وامريكا الشمالية طب هو انت معندكش يلا تلات مضايق دول اقول لك لأ عندي مضيقين كمان بيفصلوها عن قارة اوروبا بس مش هقولهم الوقتي وهقولهم واحنا بنتكلم عن قارة اوروبا طب احنا كده خلصنا كل معلوماتنا عن قارة اسيا بس سألك استنى جزر اليابان وجزر الفلبين وحتى جزر اندونيسيا هي فيها دول اه الدول بقى اللي موجودة في الجزر دي بقول عليها الدول الجزرية يعني دول قامت في جزر طب الدول الجزرية لها تعريف قالك ايوة وده تالي التعريف عندي يعني ايه تعريف الدول الجزرية اقول له هي الدول التي تتكون من جزيرة او اقصر يعني دولة بتبقى موجودة في جزيرة أو ممكن تبقى موجودة في أكتر من جزيرة بقول عليها الدول الجزرية يبقى هي الدول التي تتكون من جزيرة أو أكثر أو قد تكون جزءا من جزيرة يعني ممكن تلاقي دولة مش واخدة جزيرة كلها واخدة جزء بس من الجزيرة المهم أي دولة على أي جزيرة بقول عليها الدول الجزرية يبقى دا تالت تعريف عندي عايزك تحفظه طيب إحنا كده خلصنا كل كلامنا عن قارة آسيا يلا نخش على تاني قارة عندنا وهي قارة إفريقيا ونشوف الموقع بتاعها موقعها احنا عندنا كم موقع اتنين موقع جغرافي وموقع فلكي طب ما تجيب لي الأول قارة إفريقيا على خارط العالم أشوفها أقولك أهيه حطيلي بقى الحاجات اللي حواليها أقولك يلا دا البحر المتوسط وده البحر الأحمر وده المحيط الهندي وده المحيط الأطلنطي ديت الحاجات اللي موجودة حوالين قارة إفريقيا طيب ما تقول لي بقى الموقع الجغرافي أقولك مش إحنا قلنا أول ما سمع كلمة الموقع الجغرافي أفتكر الاتجاهات الأصلية أيوة طب يلا نحط فوق شمال تحت جنوب على إيدك اليمين شرق على إيدك الشمال غرب في الشمال عندي إيه أقول له عندي هنا البحر المتوسط البحر المتوسط دا بيفصلها عن قارة إفو أقول له بيفصلها عن قارة أوروبا يبقى يفصل إفريقيا عن قارة أوروبا البحر إيه أقول له البحر المتوسط طيب في الجنوب استنى هنا انت عندك كده المحيط الاطلنطي داخل وهنا كده المحيط الهندي داخل اقول انهي فيه اقولك ما تقولش ما اقولش ايوة اي قارة لها مسلس من تحت كده ما تجيبش الجنوب يعني نلغي عالجنوب ايوة طيب في الشرق اقول ايه قالك عندك هنا البحر الاحمر وعندك هنا المحيط الهندي طب في الغرب المحيط الاطلنطي طيب اقول لي تاني الموقع الجغرافي كده اقولك نمسح الاول خريطة العالم ونجيب خارطة إفريقيا لوحيدها ونحط البيانات تاني هنا كده البحر المتوسط هنا كده البحر الأحمر ده المحيط الهندي ده المحيط الأطلنطي يلا حط الاتجاهات بتاعتك فوق شمال تحت جنوب على إيدك اليمين شرق على إيدك الشمال غرب قبل ما كمل أي قرة فيها مسلس من تحت إلغي على الجنوب وما تقولهوش يبقى في الشمال عند البحر المتوسط ده اللي بيفصل قرة إفريقيا عن قرة أوروبا في الشرق عند البحر الأحمر والمحيط الهندي في الغرب عند المحيط الأطلنطي ده الموقع إيه؟ ده الموقع الجغرافي طب بالنسبة للموقع الفلكي قالك يلا هنشوف الخط اللي على إيدنا اليمين ده فأول القرة من هنا والخط اللي على شمال القرة من هنا كده فهنلاق إن الخط اللي على اليمين ده رقمه 51 شرقا والخط اللي على الشمال ده رقمه 17 غربا يبقى ده رقمه 51 شرقا وده رقمه 17 غربا طيب حطيلي دايرة فوق من هنا ودايرة كمان من تحت من هنا وقل للرقم بتاع الدايرة اللي فوق دي كام اقول له 37.5 شمالا طب الدايرة اللي تحت دي رقمها كام 34.5 جنوبا طب اعمل ايه في الارقم دي قلت لك اعمل نفسك مش واخد بالك اما لا اخد بالي من ايه من دوائر العرض الرئيسية يعني شوف لي ايه دوائر العرض الرئيسية اللي بتعد في قارة افريقيا قالك هنا ده دائرة الاستواء ده مضار السرطان ده مضار الجدية يبقى بيعد في قارة افريقيا كم دائرة عرض رئيسية تلاتة دائرة الاستواء فوقها مضار السرطان وتحت خالص مضار الجدية طيب احنا كده اتكلمنا عن الموقع الجغرافي والموقع الفلكي مطلوب مننا ايه قالك عايزك تقول لي شوية معلومات عن قارة افريقيا ايه هي المعلومات اللي انت عايز تعرفها قالك حاجتيني اتنين بس اول حاجة هي قارة اسيا كان فيها جزر كتير اه قارة افريقيا بقى عكسها يقل بها الجزر ما فيهاش جزر كتير طب ما تقول لي اي مثال لأي جزر فيها قالك عندك هنا دي جزيرة مضغشكر وفي النقطة الصغيرة دي جزر القمر او جزر القمر يبقى اول معلومة اخدها عن قارة افريقيا انها ما فيهاش جزر كتير طيب لو قال لي قول لي اي جزر فيها طيب اقول له عندي جزيرة مضغشكر وعندي جزر القمر او جزر القمر طيب ايه المعلومات التانية اقول لك المضايق ايه المضايق اللي عندك اقول لك ده انت قلتلي ان هو مضيق باب المندب حصل طيب المضيق اللي بيفصل افريقيا عن اوروبا مضيق ايه اقول له مضيق جبل طارق مضيق ايه جبل طارق طيب في مضيق كمان اقول لك اه هنا كده بين قارة افريقيا وجزيرة مدغشكر مضيق اسمه مضيق موزمبيق مضيق ايه موزمبيق يبقى لما نجي نتكلم عن المضايق هنتكلم عن ثلاث مضايق مضيق بابلمندب ده اللي بين إفريقيا وآسيا مضيق جبل طارق وده اللي بين إفريقيا وأوروبا مضيق موزنبيق ده موجود في قرة إفريقيا بس طيب انت عندك معلومات تانية هتقول هالي عن قرة إفريقيا أقول لك لا خلاص كده طيب يلا بينا ندخل على القر اللي بعدها قرة أوروبا وأول حاجة نشوف الموقع بتاعها احنا عندنا قلنا موقعين جغرافي وفالكي حتلي بقى خارط العالم وقل لي فين قرة أوروبا واكتب لي البيانات اللي حواليها أقول لك دي قرة أوروبا البيانات اللي حواليها فوق المحيط القطب الشمالي تحت ده البحر المتوسط علي منها آسيا وعلى شمالها المحيط الأطلنطي طيب قلنا الموقع الجغرافي يعني إيه يعني افتقر الأربع اتجاهات شمال جنوب شرق غرب طب حطهم ليالله أقول لك فوق شمال تحت جنوب على إيدي اليمين شرق على إيدي الشمال غرب في الشمال أقول له المحيط القطب الشمالي في الجنوب أقول له البحر المتوسط في الشرق أقول له قرة آسيا طب في الغرب أقول له المحيط الأطلنطي طب ما تقولهم لي تاني أقول لك يلا نمسح خارط العالم الأول واجيب لك قرة أوروبا الوحدة ونحط البيانات الثاني فوق المحيط القطب الشمالي تحت البحر المتوسط على إيدي اليمين قرة آسيا على إيدي الشمال المحيط الأطلنطي طب حط ليالله الاتجاهات علشان اجيب الموقع الجغرافي فوق شمال تحت جنوب على ايدك اليمين شرق على ايدك الشمال الغرب يبقى في الشمال المعيط القطب الشمالي في الجنوب البحر المتوسط في الشرق قارة اسيا في الغرب المحيط الاطلنطي طيب بالنسبة بقى للموقع الفلكي ان انا كده كده هعمل نفسي مش واخد بالي اصلا اقول هو لك الخط ده كده رقمه 66 شرقا طيب والخط اللي على شمالها اقول لك استنى ايه ما تحطش الخط هنا ليه بقى قالك انت غزبا عنك هترجع في المية لحد ما تجيب الجزيرة دي وتحط الخط لان الجزيرة ده هي تابع قارة اوروبا ليه اسم الجزيرة دي ايه اقول لك ايسلاندا اسمها ايه ايسلاندا طيب يبقى احنا كده غزبا عننا رجعنا بخط الطول في المية لحد ما جبنا الجزيرة تابع القارة اوروبا طيب الخط بقى البعيد ده رقمه 25 غربا يبقى الخط اللي على اليمين رقمه 66 شرقا والخط اللي على الشمال رقمه 25 غربا اللي موجود في اخر جزيرة ايه ايسلاندا طب انت كده خطوط الطول زادت ولا ما زادتش زادت لانك بدل ما تحط الخط هنا كده على طول وتخلص غزبا عنك رجعت في المية لحد ما تحط هنا خط عند جزيرة ايسلاندا ده معناه لو جه سألك وقالك ليه خطوط الطول كتير في قارة اوروبا اقوله علشان عندها جزر كتير الجزر الكتير خلتني غزبا عني ارجع بخط الطول لحد ما جيب اخر جزيرة تاب عليها والسؤال ده هجبهولك كمان شوية طيب يبقى احنا كده عرفنا خطين الطول طب دايرتان العرض اقولك الدايرة اللي فوق دي رقمها 71 شمالا والدايرة اللي تحت خالص دي يترقمها 36 شمالا برضو المهم الارقام دي مش هشغل بالي بيها هشغل بالي بايه بدوائر العرض الرئيسية اللي بتعد في قارة اوروبا طب هو انت عندك كم دايرة عرض رئيسية بتعد في قارة اوروبا قالك واحدة بس هنا كده الدائرة القطبية الشمالية الدائرة القطبية الشمالية بس هي اللي بتعد في قارة اوروبا اقولك ايوة طيب انت كده كلمتني عن الموقع الجغرافي والموقع الفلكي هتقول لي ايه تاني اقولك شوية معلومات عن قارة اوروبا ايه هي المعلومات اللي هتقولها لي اقولك لو انت بسط على قارة اوروبا انت سهل ترسم القرة دي اقول لك صعب لانها كلها فها تعرجات كتير قوي اهو قالك بقى السواحل بتاعتها تتميز بتعرج السواحل وقصرة الجزر يبقى ايه اكتر معلومة واكتر ميزة بتميز قرة اوروبا اقول له تعرج السواحل وقصرة الجزر طيب تعرج السواحل وقصرة الجزر دي حاجة حلوة ولا حاجة وحشة اقول لك حاجة حلوة جدا ليه اقولك عارف انت الموانئ اللي بيقف فيها السفن ايوه بيقولك بقى لما يبقى الساحل حتة دخلة وحتة طلعة حتة دخلة وحتة طلعة سهل جدا السفن تقف عند الحتة اللي دخلة جوه البحر دي لانك لما بتيجي تعمل مينة غصبا عنك بتفحر المكان اللي تحت علشان السفينة ما تحكش في الارضية تعرج السواحل بقى والحتة اللي دخلة في البحر دي بتلاقي السفينة تيجي تقف جنب الشط وما يبقاش فيه اي مشكلة يعني بتبقى مينة طبيعية المينة الطبيعية دي جت لأن الساحل متعرج حتة دخل أو حتة طلعة ليه؟ هو تعرج السواحل أحسن من استقامة السواحل يعني السواحل المستقيمة مش أحسن من تعرج السواحل أقول لك أيوة لأن لما يبقى الساحل مستقيم لما تيجي تعمل مينة هتعمل إيه؟ هتيجي تحفر في الأرض وتغوط حتة معينة علشان السفينة تيجي تعرف تقف جنب الشط أما تعرج السواحل الحتة اللي دخلها جوها دي أصلا السفن بتيجي تقف جنبها من غير مشكلة عشان الأرضية بتاعتها بتبقى واطية قوي طيب يبقى لما يجي يقول لي ما النتائج المترطبة على تعرج السواحل وقصرة الجزر في قارة أوروبا أقول له ساعدة على إنشاء الموانئ الطبيعية موانئ إيه؟ طبيعية بص بقى لو أنت مش هتذكر في الدرسة اللي السؤال ده يبقى لازم تحفظه ما النتائج المترطبة على تعرج السواحل وقصرة الجزر في قارة أوروبا أقول له ساعدة على إنشاء الموانئ الطبيعية طب افرض قلب لك السؤال وقال لك بما تفسر قصرة الموانئ الطبيعية في قارة اوروبا ليه عندك موانئ طبيعية كتير جدا في قارة اوروبا اقول له بسبب تعرج السواحل وقصرة الجزر دي اول معلومة قلتها لي عن قارة اوروبا عندك معلومات تانية اقول لك ايوة اهم الجزر الجزر اه مش انت قلت لي فيها جزر كتير ايوة طب قل لي اهم الجزر اللي فيها اقول لك عندك دي الجزر البريطانية طيب عندك كمان جزيرة ايسلندا اللي انت اقبارتني احط خط الطول يمتها لانها تابعة لقارة اوروبا يبقى ايه اهم الجزر التابعة لقارة اوروبا اقول الجزر البريطانية وجزيرة ايسلندا طيب بالنسبة بقى للمضايق اقولك مش ده مضايق جبل طارق اه طيب عندك مضايق تانية اقولك ايوه هنا كده مضايق وهنا كده مضايق المضايق ده هو اسمه البسفور واللي برا يمت البحر المتوسط ده اسمه الدردانيل اسمهم ايه البسفور واللي يمت البحر المتوسط الدردانيل طيب الحتة اللي جوه دي اسمها ايه اقوله ده اسمه البحر الاسود اللي يمت البحر الاسود البسفور واللي يمت البحر المتوسط الدردانيل طيب يبقى لما نيجي نقول المعلومات اللي خدناها عن قارة اوروبا اول معلومة تعرج السواحل وقصرة الجزر طب ما النتائج المترطب على ذلك اقول له ساعدة على انشاء الموانئ الطبعية السؤال ده حفظ جدا 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 طب ايه اهم الجزر اللي عندك اقول له الجزر البريطانية وجزيرة ايسلندا طب ايه اهم المضايق اقول لك ثلاثة عندك مضيق جبل طارق وعندك مضيق البصفور وعندك مضيق الدردانيل مضيق جبل طارق ده بين مين ومين اقول له ده بين اوروبا وبين افريقيا البصفور والدردانيل دول بين مين ومين اقوله بين اوروبا وبين اسيا طيب يلا كلمني عن القارة اللي بعدها وهي قارة امريكا الشمالية وهنتكلم عن الموقعين بتاعها موقعها الجغرافي وموقعها الفلكي وهنشوفها الاول على خريطة العالم هي فين بالزبط وايه الحاجات اللي حواليها قالك دي قارة امريكا الشمالية فوق هنا المحيط القطب الشمالي في الحتة دي خليج اسمه خليج المكسيك وهنا كده اسمه البحر الكاريبي اما ده المحيط الاطلنطي وده المحيط الهادي طيب موقعنا الجغرافي هنحط الاربع اتجاهات شمال فوق جنوب تحت على ايد اليمين شرق على ايد الشمال غرب طب في الشمال ايه قالك المحيط القطب الشمالي طب في الجنوب قالك وقف استنى هي المية عدت ووصلت بعضها تحت قالك لا ده انت هتلاقي ان قارة امريكا الشمالية وانت ماشي كده لحد ما توصل لامريكا الجنوبية ده معناه ان مفيش جنوب امال هقول ايه هنا اقولك الحتة دي جنوب يمت الشرق فهقول عليها جنوب شرق يبقى في جنوب شرق امريكا الشمالية ايه اقوله عندي خليج الميكسيك وبحر اسمه البحر الكاريبي واول مرة اخده اقولك ايوة اسمه البحر الكاريبي طيب في الشرق المحيط الاطلنطي في الغرب المحيط الهادي طيب ما تجيب لي بقى خريطة امريكا الشمالية الوحيدها وتحط لي عليها البيانات اقولك يلا نمسح دي ونجيب خريطة أمريكا الشمالية حطي للبيانات يلا المحيط القطب الشمالي فوق عندي هنا خليج المكسيك والبحر الكاريبي هنا كده المحيط الأطلنطي وهنا كده المحيط الهادي طيب حط الاتجهات شمال تحت حط جنوب ولا حط جنوب شرق أحط جنوب شرق ودي القرى الوحيدة اللي بجيب فيها جنوب شرق هنا كده حط الشرق وهنا كده حط الغرب في الشمال عند المحيط القطب الشمالي في الجنوب الشرقي عندي خليج المكسيك طيب بالنسبة للموقع الفلك اللي انا مش هذكره اصلا اقولك هحط خط في اولها هنا كده وخط في اخرها هنا كده الخط ده الرقمه 10 غربا والخط ده رقمه 168 غربا طيب دول الخطين بالنسبة للدائرة اللي فوق والدائرة اللي تحت قالك اللي فوق دي 83 شمالا واللي تحت دي 7.5 شمالا برضه طيب اهم حاجة عندي اعرف ضوائر العرض الرئيسية اللي بتعدي في امريكا الشمالية ايه هم قالك اتنين ده مداري السرطان وفوق الدائرة القطبية الشمالية طيب احنا كده اتكلمنا عن الموقع الجغرافي والموقع الفلكي طيب ايه هي المعلومات اللي عايزنا اعرفها عن قارة امريكا الشمالية اقولك بس المضايق عندي هنا كده فاكر مضيك بيرينج ايوة هنقوله برضه اللي موجود بين امريكا الشمالية وبين اسيا وعندي هنا كده مضيك اسمه مضيك هيد سون مضيق ايه هيدسون ده موجود في امريكا الشمالية بس طيب كده احنا خلصنا كلامنا عن قارة امريكا الشمالية وعرفنا موقعها الجغرافي وموقعها الفلكي وعرفنا مضيقين موجودين فيها طيب بالنسبة بقى لقارة امريكا الجنوبية ايه موقعها الجغرافي وموقعها الفلكي قالك لو جبنا خارطة العالم دي قارة امريكا الجنوبية ولو جينا نحط البيانات اقول هنا فوقها كده البحر الكاريبي اللي أنا كنت لسه أيله في قارة أمريكا الشمالية وهنا كده المحيط الأطلنطي وهنا كده المحيط الهادي ولما أجأ حط الاتجاهات استنى الأول أنت حسن هي شبه المسلس قالك أيوة ده تبدو على شكل أقرب للمسلسة يبقى لما يجي يقولي في الامتحان إيه القارة على شكل مسلس أقوله قارة أمريكا الجنوبية ده معنى أن أنا هجيب جنوب ولا سكت أقولك تسكت ما تجيبش جنوب خالص يبقى أنا أحط شمال وأحط شرق وأحط غرب في الشمال أقوله البحر الكريبي في الشرق أقوله المحيط الأطلنطي في الغرب أقوله المحيط الهادي طيب ما تمسح لي بقى خارطة العالم دي وتجيب لي خارطة أمريكا الجنوبية لوحدها أقولك يلا نمسح الخارطة دي ونجيب خارطة أمريكا الجنوبية ونحط هنا البحر الكريبي وهنا المحيط الأطلنطي وهنا المحيط الهادي ونحط فوق شمال وعليمين شرق وعالشمال غرب شمالها البحر الكريبي شرقها المحيط الأطلنطي غربها المحيط الهادي وفي الجنوب ما جيبشي علشان هي أصلا تبدو على شكل مسلس طب بالنسبة بقى للموقع الفلك اللي أنا مش هحفظه أقولك الخط اللي في أولها ده رقمه 35 غربا والخط ده رقمه 81 غربا أما الدايرة اللي فوق دي رقمها 12 شمالا والدايرة اللي تحت دي رقمها 56 جنوبا طيب في الموقع الفلك الحاجة الوحيدة اللي أركز علىها إيه أقول له إيه هي دوائر العرض الرئيسية اللي بتعد في قارة أمريكا الجنوبية أقولك ديرتين هنا كده دائرة الاستواء وده مدار الجد يبقى أنا كده عرفت أن أنا عندي ديرتين رئيسيتين بيعد في قارة أمريكا الجنوبية دائرة الاستواء ومدار الجد أيوة طيب عندك معلومات تقولها لي عن قارة أمريكا الجنوبية أقولك هي معلومة واحدة بس الحتة ده هي فيها مضيق اسمه مضيق ماجلان ماجلان أيوة يبقى أنا عندي المعلومة الوحيدة اللي أخذها على قارة أمريكا الجنوبية إن فيها مضيق اسمه مضيق مجلان كده احنا خلصنا كلامنا عن قارة أمريكا الجنوبية يلا بينا ندخل ونتكلم عن قارة استراليا هنتكلم عن موقعها الجغرافي وبرضو موقعها الفلكي فين قارة استراليا في خريطة العالم أهيه حط لي بياناتك بسرعة أقول له هنا كده فوق بحر اسمه بحر أرافورا بحر إيه أرافورا تحت المحيط الهندي في الشرق الهادي في الغرب المحيط الهندي برضو طيب الموقع الجغرافي يعني أحط الاتجاهات بتاعت شمال جنوب شرق غرب في الشمال عندك بحر أرافورا في الجنوب المحيط الهندي في الشرق الهادي في الغرب المحيط الهندي برضو طيب ما تمسح خارط العالم بقى وحط لي قارة استراليا الوحيدة أقول لك هايه حط البيانات بسرعة هنا بحر أرافورا تحت المحيط الهندي على ايدك اليمين المحيط الهادي على ايدك الشمال المحيط الهندي طيب حط لي بقى الاتجاهات في الشمال بحر ارافورا طيب استنى هو بحر ارافورا ده بينها وبين قارة ايه بينها وبين قارة اسيا طيب ايه هي الجزر اللي موجودة دي اقولك فاكر جزر اندونيسيا اه يبقى بحر ارافورا بيفصل لقارة استراليا عن جزر اندونيسيا جزر اندونيسيا دي تبع القارة اسيا طيب في الجنوب وفي الغرب عندك محيط اسمه المحيط الهندي يبقى المحيط الهندي موجود في جنوب وغرب قارة استراليا اما في الشرق المحيط الهادي طب بالنسبة للموقع الفلك اللي هعمل نفسه مش وخيت بالي منه اقولك هنا كده الخط ده رقمه 113 شرقا والخط ده استنى هنا ارجع بالخط في المية ورا خالص لحد الجزر دي الخط ده رقمه 178 شرقا استنى هنا انت هنا كده زودت خطوطه الطول ايه اقوله علشان قصرة الجزر يبقى بما تفسر قصرة خطوط الطول في قارة استراليا اقوله بسبب قصرة الجزر التابعة له في جزر كتير تابع عليها فغزب عني وانا بحط خطين الطول برجع كتير في المية علشان اجيب الجزر التابع عليها طيب الدايره اللي فوق دي كام والدايره اللي تحت كام قالك الدايره اللي تحت رقمها 44 جنوبا والدايره اللي فوق دي رقمها 10 جنوبا وهنا تقف شوية ليه أقولك عارف عشرة جنوبا دي ديت كت جنوب قرة آسيا يبقى كده قرة آسيا وقرة استراليا اللي اتنين بيشتركوا في الدائرة بتاعت رقم عشرة دي علشان لما يجيلك سؤال ويقولك قرة آسيا بتشترك مع قرة مين في دائرة العرض أقوله مع قرة استراليا ديت أخرها من تحت عشرة وقرة استراليا أول رقم فيها ببدأ منه عشرة يبقى اللي اتنين مشتركين في دائرة العرض رقم عشرة طيب المهم أنا كده كده مش هحفظ الأرقام بس اعرف المعلومة بالنسبة بقى لدوائر العرض الرئيسية اللي فيها قالك فيها دايرة واحدة اللي هو مدار الجدي مدار ايه مدار الجدي طيب بالنسبة بقى للمعلومات اللي انت عايز تقولها لي عن قارة استراليا اقولك فيها جزر كتير جدا 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 طب ما تقول لي اي جزر اقولك هنا دي جزر نيوزيلاندا اللي فوق بقول عليها جزر نيوزيلاندا الشمالية واللي تحت بقول عليها نيو زيلاندا الجنوبية يبقى انا عندي من الجزر الكتير التابعة لقارة استراليا نيو زيلاندا الشمالية ونيو زيلاندا الجنوبية طيب وعندك كمان دي جزيرة تاسمانيا اسمها ايه تاسمانيا يبقى احنا كده عرفنا ان احنا عندنا جزر كتير موجودين في قارة استراليا منها نيو زيلاندا الشمالية ونيو زيلاندا الجنوبية وتاسمانيا طب انت عندك هنا مضايق اقولك اه اقولك هنا كده مضيك اسمه مضيك باس مضيك ايه باس طيب دي كل المعلومات المطلوبة نعرفها عن قارة استراليا بس استنى تعرف ان قارة استراليا لها اسم تاني اسم تاني ايه هو قالك اسمها القارة الاوكيانوسية اسمها كده ايوة يبقى قارة استراليا لها اسم تاني اسمها ايه الاوكيانوسية علشان ساعات ما بيرضاش يقول لك قارة استراليا وساعات يجيب لك السؤال ويقول لك فيه القارة الاوكيانوسية يبقى القارة الاوكيانوسية يقصد بها قارة ايه قارة استراليا طيب يلا بينا نتكلم عن آخر قرة عندنا وهي القرة القطبية الجنوبية أنتراكتكا لو جينا نبص على القرة القطبية الجنوبية أنتراكتكا هل لقيها موجودة في أقصى جنوب الكرة الأرضية موجودة تحت هي علشان كده القرة دي تقر متجمدة غير مأهولة بالسكان ليه؟ لأنها تقع في أقصى جنوب الكرة الأرضية عند القطب الجنوبي يبقى القرة القطبية الجنوبية اللي هي أنتراكتكا موجودة فين؟ أقول له موجودة في أقصى جنوب القرى الأرضية فين بالضبط أقول له عند القطب الجنوبي علشان كده أصبحت متجمدة كلها تلج غير مأهولة بالسكان ما في هالسكان خالص طيب إيه دوائر العرض الرئيسية اللي فيها قال لك حتي الدائرة واحدة بتعدى على الأطراف بتاعتها اسمها الدائرة القطبية الجنوبية يبقى الدائرة الوحيدة اللي موجودة في القرى القطبية الجنوبية أنتراكتكا أقول له الدائرة القطبية الجنوبية طيب بالنسبة لخطوط الطول قال لك كل خطوط الطول موجودين فيها نعم إزاي أي خط هتعمله كده كده هيوصل للقطب الجنوبي وهي موجودة حوالين القطب الجنوبي يبقى كده إيه القرى اللي بتعدي فيها جميع خطوط الطول القرى القطبية الجنوبية طيب قال لك بقى حوالين قرى أنتراكتكا محيط واحد اللي هو المحيط القطبي الجنوبي وده بيحاوتها من كل حتة طب ما فيش أي معلومات عنها أقول لك فيه تعرف أن القرى دي فيها مراكز للبحوث مراكز بحوث أيوة تبع مين قال لك تبع أربع دول تبع روسيا وتبع الولايات المتحدة الأمريكية وتبع فرنسا وتبع إنجلترا يبقى روسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإنجلترا لهم مراكز بحوث في القرى القطبية الجنوبية اللي ما فيها السكان أقول لك أيوة وبكده نكون خلصنا أول درسة عندنا ما تنساش تتفرج على فيديو الأسئلة على الدرس ده تحياتي ليكم مستر عطا زكي شحط